اشتركوا في القناة والذي حضره عادة من أصحاب السمو والمهتمين بهذه الرياضة كما شارك في حفل الافتتاح سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة وخلال الحفل أكد سعادة الشيخ محمد بن راشد الخليفة على ضرورة دعم المشاريع التي تسهم في تنشيط الحركة السياحية في مملكة البحرين وإيطاحة المجال لمختلف الهواء والمهتمين بمختلف المجالات خاصة الرياضية لممارسة نشاطتهم لما لذلك من تأثير إيجابي على تنشيئة الأفراد والمجتمعات بشكل عام معربا عن شكر وتقديره للقيادة الرشيدة لما تقدمه من دعم لمختلف المجالات وأكد أن مشروع أطول نفق زجاجي هوائي للقفز الحر المقلق في العالم يعتبر من أفضل المشاريع التي تحقق حلم الطيران الذاتي كما أنه يتميز بالإثارة والتشويق مشيرا إلى أن المشروع الذي يعتبر فريدا من نوعه يتميز بعوامل جذب وتشويق تبلغ سرعة الرياح بداخله 290 كم في الساعة ويبلغ ارتفاعه 12 مترا وأرضه أكثر من أربعة أمتر وقال له بمناسبة احتفالات البحرين بالعيد الوطني المجيد فقد تم اختيار تاريخ السادس عشر من ديسمبر للافتتاح الرسمي للمشروع ابتهاجا بهذه المناسبة العزيزة على وطننا الغالي وكان الحفل قد بدأ بكلمة ألقاها السيد ميتشيل لوسون مدير المشروع توجه فيها بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر على دعمه الدائم للمشروع من البداية وحتى اكتماره توجه بالشكر إلى سعادة الشيخ محمد بن راشد الخليفة مؤكدا أن النفق الهوائي يعد الأطول في العالم للتحليق في الفضاء في الأماكن المغلقة وقال ما يجعله أطول نفق زجاج في العالم هو حقيقة أننا شيدنا نفقا بارتفاع 12 مترا من الزجاج وأضاف أنه يمكن للبحرين الآن أن تفخر بمشروعها للتحليق في الفضاء في الأماكن المغلقة ويحق لشعب البحرين أن يفخر به ويستفيد منه استفادة كاملة فلقد أصبحت فرصة تجربة سباحة الإنسان في الفضاء متاحة هنا الآن وأصبح لها مقرا رائعا في الزلاق حيث لا يحتاج الممر حتى أن يكون على متن طائرة وتابع أن هذا المكان هو مرفق ترفيهي يتاح لأول مرة للأسرة البحرين وهو أحدث وسيرة ترفيه في البحرين حيث يمكن العائلة بأكملها أن تأتي أو تجربها بأمان والمشاركة متاحة لكل من تزيد أعمارهم عن أربع سنوات من العمر حيث يمكن للجميع أن يتمتعوا بهذه التجربة الفريدة من نوعها تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يتيح المجال لمختلف الأعمار للمشاركة والاستماع فضلا عن الهواء وذوي الخبرة مع وجود مدربين متخصصين سيقومون بتعليم الزوار وتدريبهم على كيفية التحلي ويضم المشروع العديد من الخدمات كالمطاعم والمقاهي بالإضافة إلى قاعة مناسبات متعددة الاستخدام ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر